على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه الآية المباركة أمر فيها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهنا في فائدة مهمة إنه أخواننا الإنسان لو دار يعرف منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فعليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وكذلك يرجع إلى منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويرجع إلى تطبيق الأنبياء التطبيق العملي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي يعني قل لكل الناس لأنه ما قال له قل لفلان وفلان إنما قال قل هذه سبيلي يعني بلق كل الناس لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكافة الناس بشيرا ونذيرا فربنا سبحانه وتعالى قال له قل هذه سبيلي سبيلي يعني طريقي طيب طريق النبي عليه الصلاة والسلام مبين في هذه الآية قال أدعو إلى الله قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد قال أي أدعو إلى الله لا إلى غيره لا أدعو إلى حزب من الأحزام ولا إلى جماعة من الجماعات ولا إلى طائفة من الطواف ذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله وذا علم من أعلام الأمة فالدعوة تكون إلى الله تبارك وتعالى ما تكون لحزب يا أخوانا ولا تكون لجماعة ولا تكون لطائفة وإن تلاحظ ملاحظة في المنبر الشغالة ملاحظة لاحظ لها إن النازل مما بده مما بده المنبر دا المنبر كله دعوة إلى جماعة أنصار السنة المحمدية وليس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فدا أول علامة وأول دليل يدلك إن المنبر دا ما عنده علاقة مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى النازل شوف أنت مهما فعلت لو أشركت بالله تبارك وتعالى لو وقعت في بدع لو فعلت ما فعلت ما بيكونوا عندهم معاك مشكلة كبيرة زي ما أنت تتكلم في جماعة أنصار السنة المحمدية دي برضو نقطة مهمة شديدة خدتها معاك يعني الليلة الجامعة دي فيها مشركين راس عديل ويتم شفتون قبل كده بعيونكم وخشوا في المنبر دا ويتناغشوا عرفت الهازل؟ ديل موقف شنو من النازل موقف شنو من دعاة الصوفية البي يدعو الناس إلى الإشراك بالله تعالى في الجامعة دي حتلقى الموقف إن وجد لو بيقى في موقف حتلقوا ضعيف جدا لكنهم مشكلة معانا نهنى أكبر من المشكلة مع الصوفية ليه؟ لأنه نهنى تكلمنا في جماعة أنصار السنة المحمدية يبقى هم عندهم إنك إنت لو أشركت بالله واحد تاني تكلم في الجماعة عندهم الزوالة اللي تكلم في الجماعة دا أعظم من الزوالة الأشرك بالله تابعوا الكلام دا كويس يا أخوان وده كله دا يا أخوان بيفيدك ويتضيق علامات واضحة إن جماعة هزبية ما عندها أي علاقة مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كويس؟ فربنا قال أدعو إلى الله بادعو لي الله تبارك وتعالى أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله لأن الدعوة إلى الله أي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل أخليك معاي الدعوة للتوحيد ما شعارات الشعارات دي ما سهلة جدا أي زول ممكن يربط شعارات اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه دي ما شعارات قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دي ما شعارات كويس؟ المنافقون لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا شنو؟ قالوا إنما نحن مصلحون كنا دي شعارات يبقى الشعار ما بي الشعار دي أخوانا ما بي كفيك عن الواقع الحقيقي الموجود فإنت لما تجي ترفع شعار تقول لي دعوة التوحيد ويرو التوحيد التوحيد ده بيان بالعمل يا أخي جابوا شيوخنا الكبار زي ما ذكر لك شيخ يوسري جابوهم في الإعلام نظرهم دعاة الشرك في البلد دي جابوا الخنجر جابوا معاه ودى البلة جابوا لزيرك جابوا معاه الهواري كويس؟ جابوا داك ودى الكباشي البغرس كتبشيرك جابوا معاه الجباراوي جابوا ساتي صديق جابوا معاه داك الأعور الكذاب غرفته؟ كلهم طلعوا فاشلين ونحن من نكلمك أنت أرجع أحضر براك شوف بعينك واسمع بأظانك أمشي أحضر محاضراتهم مع صوفية جب لي مناظراتهم مع صوفية جب لي مناظر وحدي الجماعة دي قدرة تهزم الصوفية أو قدرة تغلب الصوفية والله ما بتلقى يبقى وين دعوة التوحيد؟ إذا كان إنت ما قادر تدافع عن التوحيد إذا كان إنت ما قادر ترد على شبهات المشركين وين دعوة التوحيد؟ الشعارات براه ما بتكفي ربنا قال أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم الدعوة بتحتاجها علم الكلام الكثير ما بينفع لا آية لا حديث يا أخي منبر شغال ساعة كاملة ما فيه الله قال ولا فيه الرسول قال والله يتحداك المنبر ده شغال له ساعة ما أجابه ولا آية واحدة ولا أجابه حديث واحد يا أخي منبر يكون فيه بركة كيف ذاته كيف يكون فيه بركة؟ ما فيه كلام الله ولا فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام بس كله هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة محل تقول لك راجلي جاب لي توب وراجلي جاب لي تلاجة وراجلي جاب لي بتجاز نفس الموضوع نفس الحكاية وهذه الجماعة منذ أن قامت وهذه الجماعة على مئة سنة وهذه يا أخي نحن معنا معنا الجماعة لها مئة سنة ولا لها ألف سنة وين الشغل العملي الشغل العملي وين الطلاب ده الناس فهمين دارين يفهموا حاجة أشأ كده الحمد لله سيشوف المنبر بتاعهم بفضل الله عز وجل كل ما له ماشي يقل زي باصلوالي لما نشحن من العربي وماشي الكلاقلة في كل محطة بنزل له خمسة انفار والنمر ده ما هيستمر صدقني صدقني ما هيستمر كتير أديه من هنا أربعين دقيقة بل كتير حيقيفه حيقيفه مرة واحدة لأنه جايين لأغراض معينة الأغراض هتنتهي خلاصهم ما هيسكتوا نحن جايين ندعو إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله ما بتنتهي عشان كده المنبر ده شغال والحمد لله بفضل الله عز وجل والله ما بنشكر نفسنا ولا بنشكر شيخ فلان ولا شيخ فلان وده زات ربنا نهى عنه يا أخي ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو آلم بمن اتقى شنو نحنا ونحنا ونحنا مما جيد شابقنا نحنا نحنا كويس فربنا قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني من المؤمنين يدعون إلى الله على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله أي تنزيه الله تبارك وتعالى لأن سبحانه سبحانه أصلا معناه التنزيه والعلم قالوا مادة سبحانه تدل على البعد زي ما أنت بيقول سبحة فلان يعني بعد فالله تعالى نزه نفسه عز وجل نزه نفسه عن الشركاء قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون قال تعالى تعالى الله عما يشركون قال تعالى سبحان الله عما يشركون قال تعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نزه الله تعالى نفسه عن النقائص لأنه موصوف بصفات الكمال التي لا نقص فيها أبدا بواجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا الجواب لا لا تعلم له سميا قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الله تعالى هل تعلم له سميا وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير فربنا منزع عن الشركة ومنزع عن النقائص كذلك منزع عن اتخاذ الولد قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا دمعنا سبحان الله ومن هنا تارف إن الصوفية دعاة الشرك ما نزه الله تبارك وتعالى لأن نجعل لله تعالى الأندات زي ما قال البرعي البرعي قال في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركهم شاء الحق الله والدولة الخلق الضعاف ونحن دارينا الصوفية يعني الصوفي بعدين ما يجيكي في برع يقول لك أيها يا سلام اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منها سالمين لا 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 ما بتطلع سالمين نحن دارينا كنت عرفت أنا بخاطب الصوفي أنا عارف إنه في الصوفية حيكونوا واكفين برع والمرة الفاتت قلنا لهم خشوا أبا يخشوا وقلنا لهم يا أخي خشوا رجول أساي رجول أساي خشوا برضو أبا يخشوا الليلة برضو من قل لك يا صوفي تعال خش تعال خش تعال دافي عن شيوخك نحن نتكلم عن البرعي في أي منبر من المنابر في أي منبر من المنابر بنتكلم عن البرعي وكلامنا فيه بالحق وليس بالباطئ فتعال خش أنت دافي عنه كويس فدالي أخوانا أعني بذلك دعاة الشرك لم ينزه الله تبارك وتعالى وصف ربنا سبحانه وتعالى بصفات النقص سموا الله تعالى بأسماء النساء والعياذ بالله سموا ربنا بسلمة وسموا ربنا بليلة وسموا ربنا بلبنة وتقول له يا أخوانا صفات نقص لا تلق بالله عز وجل وسبحان الله وما أنا من المشركين أول هاجة هذه الآية وما أنا من المشركين شوفوا يا ربنا قال وما أنا من المشركين قال وما أنا من المشركين الآية هذه أخوانا والهاجة فيها البراءة من الشرك ومن أهله الآية فيها البراءة من شنو? من الشرك وكمان من اهل الشرك. لان البراءة من الشرك براءة ما بيكفي. الشرك ده ما ما هو حاجة جامد زي الشجرة دي. لا. الشرك ده عنده ناس بينشره. كويس? لازم تتبرأ من الشرك واهله. وده ما نهج الرسل والانبياء. يا اخي الجماعة دي. الجماعة دي للان. ما قادر تطلع بيان واحد تتبرأ فيه من الشرك واهلي. ما قادرين ابدا. الجماعة دي ما قادر تطلع بيان. اي نعم ممكن تقول ليه فيهم ناس بيتكلموا في الصوفية. نحن ما بيامون الناس اللي بيتكلموا. نحن ذائرين رأي الجماعة كلها. جماعة انصار السنة بيان. نحن نتبرأ من الصوفية ونتبرأ من الشرك الذي ينشره الصوفية. هل بيقدر يطلعوا بيان زيدا? استنادا على قوله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا برآوا منكم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. حتى تؤمنوا بالله واهدا. يا خيدي ما قادرين يعملوه. مش قلق نحن لينا مية السنة في البلد دي. مية السنة ما قادرين يطلع بيان. لا في ذات البصيرة. ولا في قناة الاستجابة. ولا في مجلة الاستجابة. ما قادريني يطلع بيان ثلاثة سطور. يقولوا نحن نتبرأ من الصوفية. ونتبرأ من الشرك الذي ينشره الصوفية. يبقى وين تقول لي دعوة التوحيد. فربنا قال وما انا. وما انا من المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من الشرك وتبرأ من اهلي. ترجمة نانسي قنقر